جعل الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غازة هدفاً استراتيجياً له رمزيته في أجندته العسكرية داخل القطاع فمنذ إطلاق إسرائيل تلقتها الأولى سوب القطاع بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي صرح الجيش الإسرائيلي بأن حماس تحتفظ بأسلحة داخل المجمع الطبي بل ذهب في حجته إلى أبعد من ذلك وقال إن هناك أنفاقاً تابعة لها أسفل المجمع تضم مقار القيادة العسكرية لحماس وقبيل التواكل البري اعتمدت استراتيجية الجيش الإسرائيلي على قصف محيط المستشفى جوياً وضرب مبان قريبة منه إلى أن وصل الأمر إلى مرحلة الحصار ثم تبيعها الاقتحام وبعدها عرضت القوات الإسرائيلية صوراً لأسلحة تقول إنها لحماس لكن سرعان ما نفت الحركة وما حدث في مجمع الشفاء أحدث صداً دولياً وكانت له تبعات فالأمم المتحدة ناشدت أكثر من مرة ضرورة تحييد المستشفيات عن الحروب والصراعات بموجب القانون الدولي كما أن واشنطن انتقدت اقتحام مجمع الشفاء على الرغم من قولها إن لديها معلومات استخباراتية تشير إلى وجود أسلحة لحماس وبالنظر إلى المعطيات السابقة فإن عملية الاقتحام الإسرائيلية للمجمع يمكن أن تؤثر على المواقف الدولية تجاه تحركها العسكري وعلى المفاوضات الجارية بشان إطلاق صراحي أكثر من مئتي رهينة تحتجزهم حماس وإذا لم يتمكن الإسرائيليون في النهاية من التوصل إلى أدلة دامقة على أن المستشفى تم استخدامه لإيواء القوات وتخزين الأسلحة وقيادة المقاتلين قد يجدون أن الوقت المتبقي لتحقيق هدفهم المعلن إزالة حماس من السلطة قد تم تقليصه بحسب ما ذكرت نيويورك تايمز كما سيمثل ذلك ضربة جديدة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي تؤكد استخدام حماس للمجمع الطبي لأغراض عسكرية وفي المقابل في حال عثرت إسرائيل وقدمت أدلة على وجود مقر عسكري لحماس داخل أو أسفل المستشفى فإن ذلك باعتقادها يعطي لخطواتها العسكرية المقبلة دعما دوليا اشتركوا في القناة